مرشح لحزب الديمقراطي للرئاسة الامريكية يقول انه قد يعيد مقر السفارة الامريكية من القدس الى تل ابيب واسرائيل تدين التصريحات مقتل عشرات المدنيين في غارات على مدارس ومستشفيات في ادلب واردوغان يؤكد ان تركيا لن تتراجع ابدا محادثات سياسية في جنيف رغم اعلان طرفي نزاع في ليبيا تعليق المشاركة والجامعة العربية تجدد دعوتها الى وقف العمليات العسكرية وتشاهدون في النشرة ايضا وبحضور السيسي وكبار قادة الجيش ووفود عربية مراسم عسكرية في تشييع الرئيس المصري الاصبخ محمد حسني مبارك واحتجاجا على بناء مخيمات جديدة للاجئين اضراب عام في عدة جزر يونانية اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا والمرض يمتد من ايطاليا الى الجزائر ودول اوروبية عدة نشرة اخبارية اهلا بكم والبداية من اسرائيل حيث تظاهر العشرات في مدينة طمرة في الجليل بالتزامن مع عقد اجتماع انتخابي لحزب اليوكود بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو جاءت التظاهرة تلبية لدعوة اللجنة الشعبية في طمرة والمناطق المحاذية والاحزاب والحركات السياسية في المنطقة اولا هذه المظاهرة جاءت لتقول كلمة صادقة وصحيحة لبن يمين نتنياهو ولزمرته ولكل الاحزاب الصهيونية العنصرية الفاشية اليمينية المتطرفة بان شعبنا يعي علم اليقين بان الاسوات العربية ستكون للقائمة المشتركة وفقط للقائمة المشتركة كون هذا العنصر الفاشي المحرض على الجماهير العربية الذي قام بسن القوانين العنصرية الفاشية اتداء من قانون القومية وقانون كامينيتس وصفقة القرن في الفترة الأخيرة يأتي اليوم ليستجدي الأصوات العربية نقول له بشكل صريح وواضح لن تحصل على شيء ستعود بخفة حنين كما ويقد اجتماع انتخابي لحزب اليكود في مدينة القدس بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حول هذا الاجتماع ينضم إلينا مراسلنا مروان عثامنا من مدينة القدس مروان لك نعم محمد نحن هنا نتواجد في مدينة القدس تحديدا في فندق كراون بلازا حيث من المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة الذي لم يصل حتى الآن إلى المنطقة من المنتظر أن يعقد اجتماعا انتخابيا آخر لحث جماهيري واللقاء مع جماهير مصوطيه هنا في القدس هذا الاجتماع هو اجتماع آخر من عشرات الاجتماعات التي عقدها نتنياهو في الأسبوع الأخيرة تواصلا مع الجماهير ونحاول اكتساب الأصوات وحجد الجماهير بالخروج والتصويت له ودعمه خصوصا أن نتنياهو كان يراهن ويتحدث عن أن أكثر من 300 ألف مصوط صوتوا لصالح الليكود لم يخرجوا للانتخابات أو لم يصوتوا لصالح الليكود في المرة الأخيرة وفي حال حصل على هذه الأصوات مجددا فأن بمجدور الليكود أن يفوز بالحكم ويعود للصدارة وهذا بطبيعة الحال ما أشرت إليه استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشرت الاستطلاعات أشرت إلى تقدم ملموس للليكود على كحول لفان بواقع مقعدين حتى ثلاث مقاعد وهذا إن كان مؤشر فهو مؤشر على أن الاستراتيجية التي اتبعها رئيس الحكومة حتى الآن من خلال اللقاءات المباشرة حيث حرث البلاد بطولها وبعرضها لا توجد بلد أو مدينة إسرائيلية لم يتواجد بها نيتانياهو ولم يلتقي بها سكان أو مصوطين محتملين يحاول التحدث مباشرة إلى الجماهير بعد أن رأى أن التواصل الجماهيري المباشر يمكن أن يجلب الكثير من الأصوات بعكس ما كان جلبته الانتخابات السابقة من خلال الأفلام الدعائية التي سجلها وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي بحسبه أفقدته التواصل مع الناس وأوصلته إلى هذا الموضوع بالتالي هنا يحاول شهد عمام أخير قبل أيام قليلة قبل الانتخابات يوم الاثنين القادم نعم مروان عثامنا كنت معنا من مدينة القدس شكرا جزيلا لك نبقى في سياق الانتخابات الإسرائيلية إذ أن اليسار الإسرائيلي والذي هيمن في الماضي على الساحة السياسية الإسرائيلية يتحول إلى قوة مهددة بالزوال انتخابات الأسبوع المقبل وهي الثالثة في إسرائيل في أقل من عام يتوقع أن تشهد كسابقاتها منافسة متقاربة النتاج بين رئيس الوزراء بن يمين نتنياه والتحالف كحلظان الوسطي فيما اليسار يبقى على الهامش نرحب هنا معنا برئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيرت سيدة عمير بيرت أهلا بك إذا نبدأ باستطلاعات الرأي هناك انقلابات في استطلاعات الرأي والكثة في صالح اليكود الآن لماذا برأيك؟ أولا لم ينجح أحد بعد ما يقرر ذلك هو النتائج وليس الأحزاب حجم الحزب ليس هو المهم ولا يؤثر أبدا المسؤولية هي على من يركب الحكومة ليس اليكود ولا أزرق أبيض يحاولون تسويق شيء غير حقيقي ليس هناك قانون كذلك ولكن في النهاية قانون إسرائيلي يقرر أن عدد المصوطين هو من سيقرر نحن نريد أن نروج لبينيغانس ونحن نشعر بتأيد كبير وأيضا من الجانب العربي في إسرائيل كما كان في السابق ولكن للأسف كحولفان دخلوا في حالة رعب وهم يتصرفون بطريقة غير منطقية ويهاجموننا بدل من مهاجمة اليكود نحن لسنا أعداءهم نحن شركائهم وأنا أريد أن أكون شريكا بكل الأحوال الآن وبعد الانتخابات ذكرت بينيغانس وكحولفان لكن هذه المرة ربما يحاولون سحب الأصوات من تحت بصات ربما حزب العمل وحزب ميرتس وليس من الأحزاب اليمينية هذا هو السؤال بالضبط ماذا سيفيدهم ذلك فلنقول أنهم سوف يأخذون مننا عضوين ماذا سيفيدهم ذلك فلنقول أنهم أصبحوا حزبا كبير فماذا إذن سوف يقولون أنا أعد بعد عدد الأصواتهم عليهم الآن أن يديروا كل مساعيهم في الجانب اليمين هم عليهم أن يكونوا في اليمين ويقولون أنهم دائما في جهة اليمين إذا نجحتم في ذلك فالتجمع صوتكم من اليمين لماذا تأتون إلى اليسار وتضايقون لأننا نحن قررنا أن نعمل بجد لزيادة نسبة الانتخابات والحصول على عدد عضاء أكبر ولكن أنا أرى الكثير من الفيديوهات السيئة وهي بمستوى سيء جدا وأنا لا أريد أن أنجر وراء ذلك أريد أن أتصرف بمسؤولية وأنا أيضا مسؤول الآن وبعد الانتخابات في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزبا لكود بن يمين التنياه ربما يغير في سياسة هذه المرة نراه يستقطب الأصوات العربية اليوم كان في طامرة وأيضا كان يهاجم المجتمع العربي أو دعنا نقول المساوطين العرب اليوم هو يحاول استقطابهم بن يمين نتنياه لا يمكن أن يتغير نحن نعرف ما هو رأيه حيال العرب وحيال مساعي السلام وحيال الفلسطينيين نحن نعرف القوانين التي يصنها ضد العرب مثلا سوف نقف في ذلك سوف نقف في عمله ضد ذلك لن نلغيه ولكن سوف نقلل من قوته وسوف نغير ذلك نحن سوف نتحدث عن قانون كامينتس الذي سنه ببيناتنياهو ضد المجتمع العربي كل زوج شاب يقوم ببناء بيت أو شرف وهاجمونهم كعصابة لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يزودوهم بهذه المناطق للبناء ولذلك علينا أن نتخذ المسؤولية لأن نقف في وجه ذلك من أجل المواطنين والسلطة أيضا وأن نحضر هذه الخططة من جديد هذا أنت فقط تزيد من الكراهية بين الشعب وأنا أعتقد أن حان الوقت أن نكون شركاء مع الجمهور العربي التعاون هذا ليس كلمة عامة فقط تريدون أن تتعاون مع المجتمع العربي ومع العرب لماذا لا يوجد أي عربي في حزب العمل اليوم؟ أنا الوحيد في الدولة الذي صنحت له الفرصة لتعيين وزير عربي مسلم لم يقم بذلك أحد من قبلي ولا من بعدي وللأسف أنا حصلت على هذا الحزب مع كل اللوائح التي تم تعيينها من قبل وفي الانتخابات القادمة وبعد أشهر أنا أنوي أن يكون هناك عربي في القائمة لأنه ليس من أجلي فقط ولكن لأن هذا مهم جدا لكمسوابين الشعب العربي واليهودي في الدولة وأن يشعروا أنهم شركاء في الحكومة وأريد أن يكون هناك عضو عربي في الكنيسة إذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر فيما يتعلق أيضا ويهم الانتخابات الإسرائيلية قبل أيام شاهدنا جولة تصعيد مع الفصائل الفلسطينية في غزة وبين الحين والآخر نشهد مثل هذه الجولات من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية كوزير أمن أسبق ما الحل في هذا الموضوع برأيك؟ أنا أسكن في سديروت وأنا أفهم عما نتحدث وليس فقط من ناحية الكنيسة أنا أيضا كمواطن أشعر بذلك عندما أتناول وجبة العشاء مع أحفادي ويبدأ التصعيد أنا أعرف بالفعل عن الأمن ووضع الأمن هناك أنا أعتقد أن علينا أن التوقف المحادثات مع حماس ليس على اتفاق ولا على أي شيء أبو مازن هو الوجهة الوحيدة لتحدث مع حسب رأيي كل الطرق التي يتحدث مع أحد آخر هذا يأتي بعكس مصالح إسرائيل لدينا أبو مازن ولدينا هناك قاعدة للاتفاق نعرف أنه يتحدث ضد إسرائيل ولكن أنا أفضل أن أتعامل مع الحديث الذي يتحدث هو أبو مازن وليس مع الصواريخ الأخرى ولذلك علينا أن نقوم بما يجب علينا القيام به ونتحدث مع أدول العربية المتعلقة وليس إتخاذ القرارات من جهتنا فقط من يعتقد أن صفقة ترامب هي صفقة يمكن تحقيقها في الواقع هو على خطأ يجب أن تكون هناك خطة هذه الخطة صفائية ينسونها في نهاية الأمر وكان هذا مشرد عرض قام به هناك لأن بيبي جاء إلى هناك ليختم وليوقع وترامب أيضا ولكن الطرف الفلسطيني لم يأتي إذن من يريد القيام بالاتفاق الشعب الإسرائيلي مع الأمريكي هم يتفقون علينا نتحدث مع أبو مازن وأن نعود إلى المصارى الأول وأن نحل المشكلة في غزة دعنا من غزة وننتقل إلى الضفة الغربية القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية لكن هناك إعلان متسارع من قبل بن يمين نتنياهو لوحدات استيطانية بالآلاف في المناطق منطقة إيوان وفي المناطق أيضا أخرى في الضفة الغربية الفلسطينيون يقولون أن حل الدولتين بات ربما مهددا بالزوال والخطر هل ترب أن حل الدولتين لا زال قائما؟ نعم أنا أعتقد أنه ليس هناك حل آخر نحن نتحدث إن كنا نتحدث عن حلول أخرى ليس لدينا إمكانيات يمكننا أن نخوض المفاوضات على أساس اتفاق سنة 67 وتبادل الأراضي يمكن أن يبقى ذلك ولكن كل المناطق الملتصقة مع الحدود كل المناطق الموجودة هناك في اليهودة والسامرة علينا أن نتفق على إنهاء الاتفاق هناك ليس يمكننا أن نصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وأنا أعتقد أن لصالح دولة إسرائيل الاتفاق مع الجانب الفلسطيني هو الأساس والمفتاح لأنه عندها يمكننا القيام باتفاق مع دولة العربية وأن نصل إلى اتفاق متوازن بيننا وبين إيران أيضا حتى لو كان هذا يعني في مقابل رغبة الجمهور الإسرائيلي يعني البعض يرى بأن اتفاقية أوسلو انتهت هل ما زالت على قيد الحياة اتفاقية أوسلو؟ اتفاقية أوسلو ما زالت قائمة وهي متعلقة بالجميع وبكل الاتفاق وهي تدير الكثير من الأمور وأيضا الكثير من التحركات هو عبارة عن تعاون بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني لدينا الاثنين المصالح وهي أيضا الجانب الفلسطيني لا يريدون أن يرد حماس علينا ونحن أيضا نريد أن نمنع هذه العمليات كان هناك أربعمائة عملية في السنة وأسلو يمكن وقف ذلك القاتل الذي قتل يسحك رابين هو أيضا قتل اتفاق السلام ومنعنا من الوصول إليه علينا أن نعيده ليس فقط عن طريق الرابين ولكن أيضا عن طريق العدل الاجتماعي والمساواة لأننا عندما ننظر إلى ذلك مع الشعب العربي لدينا خطة اسمها 666 وكان هناك الكثير من الميزانيات للحد الأدنى والشيخوخة وللكثير من الخطط الأخرى لدينا خطة أيضا تقول التثقيف من عمر الولادة ليس من عمر ثلاث سنوات أنا أعتقد أن خططنا مع إلغاء قانون كامينتس وقانون القومية أعتقد أننا يمكننا التوصل والنصل إلى الشعب العربي في إسرائيل السيد عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشير ميرتس شكرا جزيلا لك في سياق آخر شنت الحكومة الإسرائيلية هجوما على المرشح الرئاسي الأمريكي محتمل بيرني ساندرز على خلفية تصريحات للأخير بعزله حال فوزه مراجعة قرار نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى مدينة القدس احتد نقاش بين المرشحين الديمقراطيين على منصة المناظرة في ولاية جنوب كارولاينة تاهبا للانتخابات التمهدية التي ستعقد يوم السبت في الولاية سنتر ولاية فرمونت بيرني ساندرز هضي بمعاملة المرشح الأوفر حظا واتلق نيران من جل منافسيه بينما تحده المشرفون أيضا بمواقفه اتجاه إسرائيل حيث قال ساندرز إنه سيقاطع مؤتمر إيباك واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي ناتنياهو بالعنصري وعندما سئل إن كان سيعيد السفارة الأمريكية إلى تربيب في حال انتخابه أجاب بأنه سينظر بذلك المصوتون من الأصول الأفريقية يشكلون أكثر من نصف الناخبين في ولاية جنوب كارولاينة ما حول النقاش إلى شجار بين نائب الرئيس السابق جو بايدن ورجل الأعمال تومستير في محاولة لكسب الأصوات لقد اتيت إلى هنا لسنوات وعملت على خلق فرص عمل وتأكد من أن الميناء الذي يوظف واحدا من كل 11 شخصا وضعنا 500 مليون دولار خلال إداراتنا في هذه المقاطعة فقط لقد خلقنا وظائف للناس والناس يعرفونني ثلاثة أيام بعد الانتخابات التمهيدية في جنوب كارولاينة سيتنافس المرشحون في يوم الثلاثاء الكبير حيث تصوت 14 ولاية ما يمكن أن يوضح أكثر هوية الفائز بالترشيح قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه يمكن أن لا يكون مناص من شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تكون مغايرة تماما مما شهدته المنطقة حتى الآن ومع ذلك أكد أنه ليس من دعاة الحرب لكنه لن يسمح للوضع القائم بأن يستمر كما وشدد نتنياهو على أن الضربة التي ستسددها إسرائيل إذا اقتضت الضرورة لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية ستكون قاسية أكثر من تصفية قادتها مثل ما جرى قبل عدة أشهر بالنسبة لقطاع غزة من الممكن أن لا يكون هناك خيار سوى شن عملية عسكرية واسعة النطاق نحن نستعد بشكل مختلف وبشكل مفاجئ مختلف تماما عما كان عليه حتى الآن لا أخشى الذهاب إلى الحرب أشن حملة عسكرية واسعة لحماية البلاد السلطات الإسرائيلية أيضا قررت فتحها مع براي إيريس بيت حنون في شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم في جنوبه غدا بعد إغلاقهما في عقاب التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي مطلع الأسبوع الحالي وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن مساحة الصيد ستعود إلى 15 ميلا بحريا كما وتابع البيان أن عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة إلى الوضع الاعتيادي مشروط باستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني في ذات السياق حثت إسرائيل مع الموفد الأممي للشرق الأوسط والسفير القطري لقطاع غزة بحثت سبل تثبيت التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في غزة وإعادة الهدوء والاستقرار أتت هذه المناقشات من خلال الاجتماع الثلاثي والذي عقد أمس في مدينة القدس والذي بادر إليه منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياضي المالك أن المشروع الإسرائيلية لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جدا في الضفة الغربية ستقيد أي أمل لتحقيق حل الدولتين أقوال المالك جاءت على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جينيف وأضاف أن مشروع بناء ألاف الوحدات الاستيطانية في منطقة إيوان أخطر من أي مشروع استيطاني في باقي الضفة الغربية إذا تم تنفيذ خطة إيوان بالفعل فسوف تقسم الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب وستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهذا كما تعلمون يعني تخلي عن أي إمكانية تحقيق دولة إمكانيات أي استمرارية للأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستمرة إذن خطة إيوان خطيرة جدا وأكثر خطورة من أي خطة الاستيطانية أخرى في الضفة الغربية دان الأردن كذلك بشدة إعلان رئيس وزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو بشأن بناء الوحدات الاستيطانية محذرا من تقويض فرص حل الدولتين بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وطلبت عمان إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات بإنهاء عملها فيها على ضوء نشر مجلس حقوق الإنسان سجلا أوليا بهذه الشركات بالإضافة إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة فيها وعدم الاعتراف بشهاداتها والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها جاء ذلك خلال استقباله وفدا بلمانيا أوروبيا في مدينة رمال في الشان السوري أفاد ناشطول من مقتل المال يقل عن 21 مدنيا بينهم تسعة أطفال وثلاثة مدرسين في غارات على مدينة إدلب شمال سوريا استهدفت بشكل كبير عددا من المدارس وبحسب بيان اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة فإن الغارات استهدفت عشر مدارس بجانب مستشفى إدلب المركزي والذي اضطر لغلق أبوابه أمام أكثر من 11 ألف مريض يستقبلهم شهريا بسبب الدمار البالغ الذي طال المنشأة هذا وتشن القوات السورية المدعومة من روسيا هجوما واسعا في إدلب والتي تعد آخر معاقل الفصائل السورية نبقى في إدلب حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتراجع أبدا في تلك المحافظة حيث تدور مواجهات بين القوات التركية والجيش السوري وكرر الرئيس التركي لإنظار النهائي الذي أعطاه للقوات السورية للانسحاب من بعض المواقع في منطقة إدلب بحلول نهاية الشهر الجاري مهددا بأنه سيرغمهم على التراجع إذا لم يفعلوا ذلك على وقع التصعيد العسكري التركي في الحسكة شرقي سوريا وكعملية جس نبض روسية عبرت آلية عسكرية روسية مرافقة لشاحنات تابعة للهلال الأحمر السوري نحو محطة أبار المياه في علوكة وفيما يجتمع الطرفان في أنقرة للخروج بنتائج مرضية للطرفين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض أي مفاوضات مع سوريا مؤكدا عزمه على استعادة ما خسره في إدلب نطالب بوقف الهجمات السورية بأقرب وقت ممكن والانسحاب إلى موراء نقاط المراقبة التركية لقد باتت المهلة التي منحناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية في إدلب على وشك الانتهاء وعلى الرغم أننا نواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا لن نتراجع عن موقفنا وعلى الرغم من عدم وفاء الجانب الأمريكي بدعمه لتركيا أربع عشرة دولة أوروبية تطالب سوريا وروسيا بوقف القتال الفوري بإدلب مشيرين إلى أنه يجب محاسبة القائمين عليها قانونيا ميدانيا لا يزال الجيش السوري تقدم في أرياف حلب وإدلب فسيطر على كفر نبول والتي تعتبر مقرا استراتيجيا للمجموعات المسلحة إضافة إلى ثلاثة وعشرين قرية وصولا إلى دير سنبول وعلى طريق الباراك صفر بجبل الزاوية استهدفت القوات السورية رطلا عسكريا تركيا كما نفذت طائرات السورية الروسية غارات مكثفة على أطراف النيرب ومعارة عليا وقميناس وبنش وسرمين وجبل شحشبو وجبل الزاوية كما نفذت طيران الروسي غارات جوية على النقطة التركية وسط مطار تفتنية العسكري شرقي إدلب من الشأن السوري وإلى الشأن الإيراني حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد انفتاح بلاده حيال أي مقترح يساعد على تحقيق الاستقرار فيما يتصل بالاتفاق النووي الإيراني أقوال عراقجي جاءت للصحفيين بعد اجتماع لجنة الاتفاق النووي في فيينا وأكد أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية لا يزال على قيد الحياة على الرغم مما وصفها بالضغوط الأمريكية مشاهدين النشرة مستمرة وتشاهدون فيها بعد دقائق بحضور السيسي وكبار قادة الجيش ووفود عربية مراسم عسكرية في تشيع الرئيس المصري الأصبخ محمد حسني مبارك وفي اليونان واستمرارا لأزمة المهاجرين احتجاجا على بناء مخيمات جديدة للاجئين إضراب عام في عدة جزر يونانية وتشاهدون في هذه النشرة اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا والمرض يمتد من إيطاليا إلى الجزائر ودول أوروبية عدة ترجمة نانسي قنقر